وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة اللجون في محافظة الكرك مع شركة المجرة للصخر الزيتي والموارد الطبيعية وتضاف هذه المذكرة إلى المذكرات السبعة التي تم توقيعها للتنقيب عن الثروات المعدنية بهدف وضع قطاع التعدين على خارطة التعدين الإقليمية والعالمية حيث يقدر احتياط المملكة من الصخر الزيتي بنحو 40 مليار طن وأعلنت الشركة أنها ستبدأ بدراسات الجدول الاقتصادية من خلال أعمال الاستكشاف في المنطقة لاستغلال الصخر الزيتي بواسطة تكنولوجيا التقطير بالتعاون مع شركة إنفيت العالمية